هل من المعقول أنك لم تلتقي مع الرئيس الأراقي الأسبق صدام حسين حقيقة أنا بداية أقول أنه الموضوع أنه ليس تكريما من رئيس الجمهورية مباشرة لهذا الجريح هو صار قانون قانون كل من فقد عينه والعين الثانية بها ضرر أيضا كذا يمنع سيارة بعد أن معوقين سيارة معوقين يقود واحد ذوي أو يقود هاهو إذا كانت العين الثانية بهذا كذا من نسبة الرئيس الجمهورية حقيقة أنا عدة مرات قابلته مع الشعراء باعتباري حصلت على لقب شعر قوات المسلحة وشعر المحارك ولكن المقابلة المهمة التي كانت أثرت بي كثيرا أنه أنا تأخرت ترقيتي وكان هذا بدون سبب فطلبت أن أقابله أنت كنت برتبة عميد عميد ترقيه اللواء فقيل لي اللواء فقط رئيس الجمهورية هو الذي يقرر عند المقابلة حقيقة كنت برتبة العميد وكان معي المقابلة يعني أنت طلبت المقابلة نعم طلبت المقابلة لغرض ترقيتي ترقيتي فكان حضور معي أيضا كثير من الأدباء والصحفيين عندما جلسنا في غرفة الانتظار خرج الرئيس علينا وكان جلوسي بالضبط أمامه ورحب بنا كثيرا بالجهة المقابلة المقابلة بالضبط وأنا الوحيد كنت مرتديا ملابسي العسكرية برتبة عميد عرفت أنه يحب قصيرة الضاد التي نشرتها فقال لي انتباها علي بالضبط قال لي اشرب شايك دكتور بهذه اللفظة فقلت له بعدك سيدي فبدأ يبدأ اشرب الشاي قلت له هل تريد سيدي أن أقرأ على حضرتك قصيرة الضاد قال أسمع فقلت يعني انت كنت أول المتحدثين أول المتحدثين نعم وقلت أنشت قصيدك يا فؤاد مغطرفة طيرا يجوب المبدعات مرفرفة وأنر على درب القريض جوانحا باتت إن على البعاد تأففا قد دو قميصك من قفاك مخافة لتظل تذكر يوم صبرك يوسف مهما وصفت الطاد كنت مقصرا وترى القريض وإن أطال مطفف حرف له الدنيا تقوم إذا أتى وتطيل لو ترك المكان توقف الله كرمه وأعلى شأنه ودعاه أن يبقى اللسان الأشرف فتصفح القرآن وأعرف كنهه وأقرأ الحديث عن النبي المصطفى قل ضاد دون الأل يوم لقائه هو ضاد لا يحتاج الكي يعرفه هنا الرئيس أجب بالبيت وصفق والباقين طبعا صفقوا أيضا قلت له الأكمل أعداؤنا والخائنون ديارهم وجهان صار واحدا فتكشف إنهم يديرون الظهور تسترا فلقد عرفنا الوجه من ذاك القفا وكان أيضا معجب بهذه ثم قال تعليقا التعليق الذي قاله الرئيس الدكتور ليس كمثله من الشعراء يقول الشعر من قلبه وليس بالقلم أثرت بي هذه الكلمة كثيرا بحيث نسيت أنني جئت لأجل الترقية لأنني ملم للأسف يعني يعني تعتقد لو كنت طالب من الترقية كان يزعل مثلا لا 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 يزعل لكنني يعني أو هو مطلب منكم هو بالعكس طلب من كل الآخرين وكل الآخرين أكثرهم طلبوا منه مطالب خاصة أحدهم أحدهم الأرض والآخر يحتاج إلى سيارة والآخر يحتاج إلى تبديل البيت وهكذا ومنحهم وهذه كلها منحهم إياها ولكنني لم أطلب شيئا وكان يطلب دائما يذكر حتى في التوديع أي شيء تحتاج فقلت له سيدي لا أحتاج شيئا وكانت ترقيتي سبحان الله بعد مرور ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر في جدول تموز 1995 حيصدر الأمر بترقيتي إلى رتبة لواء طبيب بعد مرور أكثر من سنتين على استحقاقي تأخير تأخير نعم هذه حقيقة كانت من الأشياء المهمة هل كانت هذه المرة الأولى أو الوحيدة التي تلتقي بها؟ لا التقيت كثيرا مع الشعراء كان يرسل يعني الرئيس علينا وكان يحب الشعر وكانت اللقاءات حقيقة لا تقل عن ثلاثة لقاءات مع الرئيس نعم وكانت مع الشعراء ترجمة نانسي قنقر